ما فعلته أثيوبيا صباح اليوم؟ وبما بدأ ضربني واشتكى وسبقني وبكى وبتتعامل أثيوبيا مع الملف منذ شهور أثيوبيا هي من تهدد وبعد كده تطلع تشتكي لمجلس الأمنة أو أمم المتحدة الاضطهاد أو التهديد المصري السوداني أثيوبيا هي من تتعنت وهي من تتخلف عن المفاوضات وهي من تنسحب من المفاوضات كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تتهم مصر بتعطيل التفاوض وتعطيل الوصول إلى حل في هذه القضية صباح اليوم الخارجية الأثيوبية قالت في رسالة لها إلى مجلس الأمن أنها تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية لمخطبطها الأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة قالت كمان أن النهج الذي تتبع الجامعة جامعة الدول العربية يهدد بتقويد العلاقات الودية بين الجامعة والاتحاد والذي يرعى مفاوضات سد النهضة تشعر أن أثيوبيا عايزة توقع جامعة الدول العربية في الاتحاد الأفريقي زي قبل كده ما حاولت توقع مثلا ما بين النظام المصري ونظام السوداني أي السوداني أي كلام في البتنجان بتقوله النهاردة الخارجية الأثيوبية عشان تقول أنا موجودة أنا كمان عندي مظلمة وأنا كمان بيطعردولي وأنا كمان يعني مظلومة في العضية رغم أن هم اللي بيعتادوا هم اللي بيصعدوا هم اللي بيستاولوا هم اللي بيملوا من غير ما يرجعوا لدول المصابة شكرا شكرا